اه دي المحاضرة الاولى اه بتاعت السيرز اه انا طبعا مسجلتهاش وقتها لايف فانا دلوقتي حدي كده اه ملخص سريع ليها هشرحها كلها وهحل الامثلة اه علشان الناس اللي طلبتها مني ومحاضرتهاش اه باذن الله الفرع بتاعنا ده هيكون اه بيتكلم عن السيرز يعني مين اللي هيكون سيرز هنتكلم فيه سري توبيكز في السامستر بتاعاتنا اللي هي البيانوميال باينوميال سيرز هناخد فيه تو لاكترز وبعد كده السيرز تاست واخر حاجة فرير سيرز قبل ما نتكلم عن البيانوميال سيرز عايزين الاول نفهم السيجما نوتيشن السيجما كلنا بنشوف السيجما نوتيشن طريقة الكتابة بتاعت السيجما محتاجين نفهمها اكتر ونفهم يعني ايه بتكتب كده ومعناها ايه والحد العام الجنرال ترم والان ده هيساعدنا كتير واحنا ماشيين في الكورس بتاع السيرز اوكي فلو ما نقول مسلا عندنا سيرز بشكل ده نصف بلس طلت بلس ربع بلس خمس بلس ست طيب جميل ده كده دي اسمها دي دي سيرز دي سيرز هي متسلسلة بس انها نهائية عدد الحدود بتاعتها اللي هو نمبر اف ترمز بوضح قوي ان هو كم خمسة هي متسلسلة بس ايه محدودة يعني فاينايت ليها نهاية ممكن بدل ما اكتب الطريقة دي كده طريقة اكسبليست قوي مفكوكة لكنها بنستخدم السيجما نوتيشن عشان نضغط الكتابة ونكتبها في طريقة كومباكت شوية نقول كده ان الكلام ده عبارة عنه سيجما وان اوفر اي اي من كامل كان بقى بداية عندنا هنا اي باثنين وبالنهاية عند اي بستة اي ده كأنه الاند بنقول عليه اي ده الاندكس بتاعنا الاندكس المقاشر او الكاونتر اللي بنعد بيه تعال انا بشيل اي وحط اتنين اول مرة هيديك نص بعدين بلاس حط اي بثلاتة هيديك تلت بعدين بلاس يبقى انت كده بتكتب بطريقة كامبت تمام ساعات بنبقى مش عايزين نبتدي من اتنين لستة طب عايزين نعملها في صورة تانية اي اي سيرز عندنا ممكن تتكتب بانفينت نمبر اوف فورمز لها اكتر من شكل فانا عايز اكتبها طب مش من اتنين لستة عايز اخليها تبتدي من سفر يبقى كتب كام من سفر الكام عدد الحدود كام خمسة يبقى من سفر الاربعة وهيبقى one over a هل حط اي برضو لا طبعا اكيد ده لو انت اول مرة هتحط هتعود عن اي بزيرو يبقى انت محتاجت دي تبقى اي بلاس دو جرب بقى كده اتعود عن اي بزيرو اول مرة هتطلع نص تانية مرة تلت كده فيبقى ده المنزر احنا شايفينه ده اسمه ده كده بتاع بالسيجما نوتيشن دي طريقة السيجما نوتيشن عايزين ندخل شوية في السيجما نفهمها اكتر نشوف الرولز بتاعت السيجما ايه اهم الرولز of سيجما يعني مثلا لو عندي كذا سيجما لو عندي كذا فانكشن مجموعين على بعض يتوزع طب لو ضرب لو اسمه نفهم الكلام ده السيجما بالضبط عاملة زي الانتجريشن خلاص فاللي هنقوله على السيجما بعد كده هنقوله على الانتجريشن رولز اول رول عندنا اه ان لو انت بتعمل سيجما الاندكس اسمه اي مثلا من ام لحد ان الى فانكشن معينة of i الاي ده يعني ايه اهميته بالنسبة لنا مجرد مجرد ايندكس بنوعه عن اي بارقام فلو غيرنا و جينا غيرنا اسمه سمينا جي ستيل برضو ان السيرز ما تغيرتش السيرز دي هي دي بالضبط رايت يبقى هنقول ان الاي هنقول عليه بقى الاي والجي والكلام ده ده الايندكس يبقى الايندكس of سيجما اس دامي دامي فاريبل يعني اسمه مش هيفرق معنا في حاجة بتفكرنا دي بايه بتفكرنا بالانتجريشن اللي هو الديفنة انتجرال لو قلنا من ايه البي لف اوف اكس دي اكس هي نفسها الانتجريشن من البي لف اوف واي دي واي في الحالة دي هنقول برضو هنقولها ان الايكس والواي ار ايه are dummy variables dummy يعني اسمهم مش مش هيفرق معنا dummy variables تمام دي رول طيب التاني رول برضو زي الانتجريشن بالضبط لو فيه constant في الفونكشن if of i واي من اي حاجة start والend بتاعنا اهو فبنجن احنا نطلع ال constant برا وده هيبقى افضل طبعا هيسهل شوي يبقى you can you can take the constant outside the sigma طيب وايه كمان مش بس ال constant لكن هو ال constant هنا في مفهومنا مش اي رقم هو اي شيء anything constant here is anything that does not contain ما فيهوش ايه ما فيهوش اي اي حاجة ما فيهاش اوي يعني بالمعنى فيه sigma لx اوكي i squared i من واحد لثلات هي نفسها لونا قلت x برا sigma من i squared i من واحد لثلات يبقى الاكس ده ايه مع انه اكس مش constant في الرياضة يعني x is a variable بس هو هنا يعتبر او يعمل معاملة لانه اي حاجة ما فيهاش اوي اتنين function وفيه addition or subtraction و constant برضو constant ها والاتنين ايه على sigma واحدة هل ممكن نوزع اه طبعا كلام ده ممكن يتوزعي بقى equal a sigma وكمان الاول بي تتلع بر بي برع ايه sigma جي اوف اي كمان اول ايه اللي مش هيتوزع بقى ها like integration لو فيك multiplication كده لو فيه division على بعد كده وسيجما واحدة ما ينفعش ان انا اقول دي sigma انا اف الوحدها times sigma جي الوحدها ما ينفعش اقول انها سيجما اف اوفر سيجما جي ما ينفعش يتوزع ولا على الدرب ولا على الاسمه تمام هل ممكن احيانا ان نقسم السيجما الوحدة لكذا سيجما مجمعين على بعض ممكن احيانا بنقول كده بنضطر ان احنا نقسمها يعني هنا مثلا فيه sigma من m لحد n لو جينا على خط الاعداد ورسمنا بنقول مثلا دي النقطة m و دي النقطة n دايما m الصغيرة ومن الكبيرة لو فيه في النقطة في النص p المنع يعني ان انا اقسم السيجما دي من اول m لحد a p و من من p بقى؟ لا من p بلاس 1 نقطة اللي بعده ما انا بيه خطها خلاص لحد n هي فما فيش مشكلة where p is between in m and dead يقوم ممكن ان السيجما واحدة تتقسم ايه اشهر الفيموس الفيموس سيريز اللي احنا بحفظينه مسام او هنتعامل بدلاليتهم اشهر السيريز اللي عادة بتاعت زمان يعني و احنا صغيرين تعلمناهم عندك مثلا الكونستنت لو عندي كونستنت c و بجمعه كده نقدر نطلع على فورميل على طول دي عبارة عن c بلاس c بلاس cn من المرات فهتطلع ايه؟ هي c في number of a number of terms عدد الترمز هنا كام؟ number of terms هنا هو n طب مثلا لو ما البداية مش one لو البداية من m لحد n في c يبقى هتقول ايه؟ c times a عدد الترمز عدد الحدود كام؟ عدد الحدود هنا هو n نقص m بلاس 1 مظبوط؟ تمام طيب دي اللي فاتت دي كانت دي كده مشهورة جدا اللي هي sigma بتاعتي الكونستنت في واحدة كمان مشهورة قوي اللي هي sigma of i i اللي هي one one plus i هنا ممكن تبدأ من zero ممكن تبدأ من ايه؟ يعني مش فرقة لان zero نفسه هيبقى مش effective في الجامعة خلص اللي هي نفسها لو قلت i من zero او قلت i من one نفس المجموع مش كده لان انت بتجمع فاول ترمز هيبقى a one plus two plus three لحد ايه؟ لحد ان حد عارف ان المجموع كان هنا فيه فورميلا للجامعة فيه فورميلا بايه؟ المجموع هنا هو بيطلع n دي arithmetic series n في n plus one over two تمام؟ حمشة نحفظ رولز دي لكن هنديها notations يعني هنتفق على الاتفاق معين ان series دي هنسنمي هنديها f one نقول عليها ان دي f one f one the one suffix تحت ده معناه i calculator في الكورس ده احنا مش معايه calculator لو عايزة جيب مجموعة series دي هنجبها in terms of function اسمها f كأن دي بتاعت الكالكيليتور كأن ده button كده جوه الكالكيليتور بندوس عليه فf two معناها i square two هنا تمام للpower ده وهنا f two of a of n برضو طيب وإيه كمان and so on يعني ممكن كل السيجمات بقى اللي احنا i i cubed i من 1 لn هنقول a طيب i power four نفس الكلام هنقول دي مثلا اسمها f three of a of n ودي اسمها f four of n ده كده second type second type of series مشهورين قوي بأخذنا sigma constants و sigma i و i squared i cube وهكذا ناخد example evaluate هات المجموعة ده sigma i equal 1 ل 10 2 i plus i squared ايه رأيك نوزع طبعا sigma و نبدأ نجيبها with no طبعا انت no calculator يعني انت ما عندكش calculator انت ما تتوقعش ان احنا عايزينك مثلا تجمعهم وتجيب لنا رقم يعني مش لازم خالص مش عايزة final answer يكون رقم هنشوف دلوقتي هنوزع sigma زي ما قولنا بالرولز اللي قلنا يبقى من واحد لعشرة ويبقى نبدأ نبص على واحدة واحدة دي هتبقى two times a f one of عدد الحدود هنا كام عشرة نقص واحد تسعة زائد واحد عشرة دول عدد الحدود بزاعتهم عشرة يبقى دي اتنين من f عشرة بلاس طب دي اسمها f two of برضو عشرة الشكل ده هو ده الحل بتاعنا ده final answer لان احنا ما عندناش اي قلنا مش هنطلع ارقام مش عندناش calculator ولا هنحفظ الفارمولاس بتاعته طيب دي حاجة فور simplicity خالص بنسهلها عليكم example تاني sigma one plus i squared و i من 1 ل4 برضو عايزين evaluate المجموعة ده يطلع كام ايه multiplication الحل نحن نفوك التربيع ده يبقى تبقى one plus two i plus i squared نفوك squared ونوزع sigma عليهم القوز ده مرش اي لازمة مرش اي لازمة ممكن نكتبها كده او نحطها برضو نحط القوز ده لو احنا لسه موزع ناش sigma هنبدأ نوزع sigma ونبدأ نشوف كل واحدة اتعامل واحدة ها sigma او الواحدة ون اي بقى sigma i و و في كلهم i من واحد لكام لاربع يعني عدد الحدود كام اربع تبقى اول واحدة هتطلع كام ها ون بلاس ون طلع اربع مرات يبقى كام هيبقى اربع طيب ودي دي هتبقى two من اربع ودي هتبقى f two اربع ويبقى ده كده ايه ده الفاين الانسر طيب sigma i من خمسة العشر هنا البداية مش واحد هنا البداية مش ون وعايزين نجيب برضو بتاع السيجما دي اللي احنا اخدناها طبعا هي f two اللي هي هي sigma من i من واحد لحد n للا i squared سميناها f two of n ازاي بقى اوصل ايه لنفس السيجما نفس المنظر ده لازم اخلي البداية تبدأ من اخلي البداية تبدأ من ايه من واحد طيب ما احنا قلنا ان السيجما من خمسة العشر هي سيجما من واحد لعشرة واطرح منها سيجما من كام رسمناها تبان اكتر يعني احنا عمدنا دلوقتي من خمسة لعشرة ده الجزء اللي احنا احنا اوزين نشتغل به ده الجزء الصح تمام اهو وبعدين انت هتقول لأ انا هعملها بالايه من واحد من واحد لعشرة بقى ارجع اطرح منها ايه اطرح من واحد لايه ها لخمسة لأ لاربعة يبقى من واحد لعشرة ناقص من واحد لاربعة ده الكلام المزبوط والاي سكويرد وكل واحدة من دول لها ايه بتاعنا يبقى اول واحدة نسميها ايه سميناها اف تو اف عشرة ناقص اف تو اف كام دول اربعة يبقى نقدر نقول كمان ان كل السير الزلت الا الاشكال دي اللي احنا اتعلمناها اللي هي الاي والاي سكويرد والاي كيوب دول اشكال دي اللي قدامكم نقدر برضو نفس الكلام نستنتج لها نفس القانون ده لو هي shift يعني مترحلة مش من واحد بدية من نقطة تعني هعمل نفس الكلام ده بالزبط فكرة shift فكرة حلوة يعني فكرة shifting of counter أو shifting of index لما الاندكس يكون متشف تعمل ايه ناخد example تاني بس عشان نشوف بعنا اعمل اي هنا مثلا i من 2 بدية من 2 ل 10 i minus 2 squared دي دائما مسألة shift حل بطريقتين يعني one method اللي احنا عملناها من شوية ان احنا خلاص نخليها من ونشتغل احنا من واحد لعشرة ونترح منها من واحد لكام من واحد لواحد بقى نقطة one ده الحل ده حل في حل تاني في anazer solution بالتعويض anazer solution اللي هو الحل التاني ان انا اعيد كتابة الحل الاولان بيكتب السيجما الوحدة بدلالة اتنين سيجما مطرحين من بعض طب هالي انفع اكتبها بس تاني ايوه في انفع بالتعويض by substitution ده الحل التاني by substitution تعالوا بقى نشوف ازاي substitution بدل اي نغير الكون نغير اسمه نخلي مثلا نخلي الكون يبتدي من zero ايه رأيك نعمل ايه بص سهلا خالص هات الاتنين دي نحية اي اي نقاس اتنين بتسوي zero ايه رأيك يبقى اعمل counter اسمه k let k اسمه i هو i نقاس اتنين تعالوا نرجع بالتعويض عن المعادلات دي جوه sigma نشوف كده هتتقلب ازاي هتبدأ من 0 او مش هتبدأ انت عايزة تبدأ من 0 او شوف انت عايزة تبدأ ازاي احنا هنا في الكيز بتاعيتنا دي قولنا السفر مش فرقة هرجع بقى احلها دلوقتي هعمل ايه هشيل الكي واحط i minus 2 فهيبقى sigma اللي هي دي sigma بدل هتبقى i minus 2 equal 0 تمام وهنا انت عندك القانون كان اصلا i equal فوق كده i equal 10 فهشيل i وحط ايه ايه من المعدة دي برضو لازم نكتبها i equal k plus 2 فهكتب i equal k plus 2 يبقى k plus 2 يساوي ايه التاني وهنا هشيل i وحط k plus 2 نقص 2 تتقلب كده هيتحقق اللي احنا عايزينه بقت دي كده اللي هي k i minus 2 دي اللي هي k هيبقى من k equal zero لحد k equal k 8 وهنا تبقى k بس كده كده وصلنا لل ايه رجعنا للصورة الاصلية اللي هي سميناها f 2 مش دي صورة f 2 انت يعني مش مش مصدق رجع k i تاني مرة تاني احنا قلنا الاسم ايه ضامي مش فارق معين فادي هي نفسها f 2 عدد الحدود كم دول 8 دول مش 9 ليه لان zero ما بيتحسب ش ترم ليه انت zero plus one plus two طب الزيرو ده لما بتجمع رقم على zero ما بيقصر ش فهي نفسها كأنها k equal one بالضبط فهي هنا number of terms is eight واحدة ثانية ناخد example t اه سيجما عندك سيجما i equal three من اول تلاتة لحد عشرة لل i squared وعايز برضو تعمل كده تقلب ها السيجما يعني كأني بقولك complete the missing parts اكمل الاجزاء النقص وعايز تبقى تبتدي من واحد وعايز عرف بقى حط هنا كام وحط هنا كام طيب بالنسبة لحط هنا كام دي سهل قوي لان دي اصلا بعدد الحدود مفروض نحن نكيب عدد الحدود من عشر نقص ثلاثة سبعة سبعة واحد تمانية دول عدد الحدود تمانية يبقى دي هتبقى من واحد لكم بسيط قوي هتبقى من واحد لكم لتمانية صح تعالوا بقى نعملها بالراحة سهلة خالص اخد اي انا عايز اخلي او ادخل التلاتة دي جوة تبقى اي نقص ثلاثة ايكول زيرو مش كده وعايز اخليها في الاخر تبقى i equal 1 يعني عايز اخلي او k equal 1 فعايز اخلي d1 اعمل ايه حاجي هنا او اعمل كده اجمع 1 في النحيطين بعد نرجع اخد ده كله اسم اسم k يبقى دلوقتي k equal a k equal i minus 2 دي العلاقة و i equal a k plus 2 بقى سبستيتيوتينج هنا في نفس السيجما دي حنستخدم العلاقات اللي وصلنا لها دي ان احنا نعود يبقى نشيل i ونحط k plus 2 equal 3 مظبوط وبرده هنشيل i ونحط k plus 2 equal 10 ونشيل i ونحط k plus 2 squad نبدأ نشوف كده هلتحققت البداية اللي احنا عايزنا k لحد k بتسوي كام 8 مظبوط وهنا دي هتبقى ايه k square هنفكها بقى 4 k و4 ونرجع نجيب d in terms of بسهولة جدا دي لها الشكل بتاعنا اللي حتفقنا عليه هتبقى بتسوي الحلة على طول هيبقى ايه اول واحدة هتبقى f 2 of كام الترميد 8 و4 من f one of eight واخر واحدة sigma 4 8 مرات اللي هي 4 8 واللي مكتوب بالاحمر ده هو ده الحل يبقى كده جدنا لإيه الحل تمام تمام ده حل في حل تاني ان انت تعملها بال subtraction حل السهل ان انا اقول ده sigma من واحد لكام خلاص لكن لو افترضنا ان ده المطلوب يعني فهنه نعمله بالشفت طريقة دي اسمها الشفت تمام احنا اتكلمنا دوقتي على نوعين من السيرز لحد دلوقتي كده نوعين من السيرز مشهورين اللي هم sigma constant و sigma i i squared i cube و نوع الثالث والاخير اللي هو geometric اللي عايزين برضو نعرفه بصورة geometric series هي series بتبدأ با لها base كده وبتبدأ تدرف فيه كل term وبيعمل multiplication في base ده حاجة كده يعني فلو عايزين نكتبها بنكتبها في صورة sigma a to the power i و i ده بيبدأ من ه يبدأ من 1 ولا من 0 على حسب بقى هنخليه هنا هنخليه هنتفق مثلا ان الشكل بتاعنا بيبدأ من 0 من 0 لحد مساء انه معين يبقى من 0 ويبقى اول term لازم يكون a power 0 يبقى يبقى ده شكل ايه يبقى احنا كده بنتكلم عن geometric series اللي هي first term بتاعها لازم يكون 1 خلاص يبقى لحد كام اخر term اسمه a power a اخر 1 n المجموعة ده بيساوي ايه المجموعة ده على فكرة معروف وليه قانون تمام الهو 1 minus ال base n to the power number of terms n plus 1 على 1 minus ايه ده كارول يعني ده القانون بتاع بس احنا برضو هنقول لكم اولا ايه لتساوي واحد كمان لان ايه لتساوي لما ايه بتساوي واحد ده ما بيكون ش geometric series بيبقى لها شكل تاني حكتبها لكو بالمرة سيجما لو a equal 1 هتبقى 1 to the power i i من 1 ل n ايه رأيك ده تطلع يسهل قوي ده كده 1 plus 1 plus 1 n من المرات يبقى ده بتساوي ايه بتطلع في الاخر number of terms n plus 1 فمش دي السيرز اللي احنا نقصد احنا منقول geometrik سيرز بنقصد هنسميه برضو هنديره النوتيشن هنسميه geometrik g مثلا of هنا فيه اتنين برامتر ال a اللي هو ال base وال n plus 1 اللي هو عدد المرات يبقى n ده ال a ده اللي هو وده كده number of terms عدد المرات يعني كأي اي هيبقى geometrik لازم انت تجيبه بالطريقة دي يعني سيجما مثلا من i equal zero لحد ten ل five power i يبقى ده هنقول مش عوض في القانون ولا حاجة ببساطة ده هيبقى دي كده geometrik بادية البداية من 0 10 يبقى dg البس بتاعها 5 وعدد الحدود هنا 11 طيب بنفس الفكرة طيب لو كانت السجم من m لحد n a to the power i خلاص هنخليها 2 sigma من zero ل a ل n كبير ناقص ها اطرح كام هاشتغلع كبير اطرح اللي هي من zero لحد m minus 1 مظبوط كده a to the power i a to the power i او الوحدة اسمها g of ها البس هنا اي وهنا برضو g of a يفضل عدد a الحدود في كل واحد هنا عدد الحدود n plus 1 دايما عدد الحدود هو النهاية ناقص البداية زائد واحد هنا عدد الحدود كام m ويبهو دا الشكل الكلام دا ما بيتحافظ يا جماعة هعمالين نكتب في القوانين بقدري بس دا مش بيتحافظ دا بيت ايه بيتفهم بقى ايه دا بيتفهم ممكن كمان يتعمل بالشفت او باي شفت ازاي انا عندي مساء سجما من i بتساوي m لحد ان وعايز اعرف عايز احولها في الاخر اشوف دي سجما ايتو ازا باور اي عايز اخليها سجما واحدة من اه مسلا ان كي بتساوي زيرو عايز اعرف من كامل لكامل يعني عايز اعرف دول وصلوا بالشفت دا هيتغيره ازاي ببساطة هنأعمل الاتي هنأخد اي ايقوال ام دي ان خليها ايقوال زيرو ازاي بقى جيب ام النحية تانية يبقى اي نقس ام ايقوال زيرو خلاص يبقى ايه اللي هتعويض المناهن هنا الحلو ان انا قالت ايه let k ايقوال اي مينس ام و let i ايقوال يبقى اي با ايقوال اي k بلاس ام وابدأ اعمل التعويض ده في المسألة هتتقلب لسجما هشير الاي وحط k بلاس ام يبقى k بلاس ام ايقوال ام شايف خلاص هي بقيت k بلاس زير k ايقوال زير وفوق k برضو هشير الاي وحط k بلاس ام k بلاس ام ايقوال ام تمام و ايه هشير الاي وحط k بلاس ام فبقت المسألة كده سجما ده المطلوب يبقى سجما من k ايقوال زيرو لحد لحد ايه n مينس ام و ايباور كي ايباور كي في اي باور اي ام هم دلوقتي الاندكس اسمه k يبقى الاي باور كي ده يفضل الاي باور ام يعمل المعامل ايه في الاخر هيكون الشكل كده يبقى المسألة بتاعتنا سيجما اللي هي اي توزا باور اي واي من ام الان في الاخر هتبقى كأنها k من زيرو لحد من k بزيرو لحد n ناقص m ها وبعدين a power m طلعت برة دي constant وبعدين في a power k كده يبقى a power m ودي مش دي اللي هي جيوماتريك دي لها اللي عندنا او نوتيشن سميناها g of a g of a الباس بتاعها a وعدد الحدود بتاعها n ها ناقص m ناقص واحد ولا زايد واحد لا زايد واحد انه ناقص m زايد واحد مظبوط تمام ناخد مسال بقى عشان نطبق عليه كل اللي قلناه النهارده كده لحد كده سيجما عندك عايزين نعمل يعني نحسب كده للسيجما i من 3 لحد 10 والبراكت جوية 5 plus 2i plus root 4i بس هي يعني root 4 power i دي شكلها عايز تزابط شوية خلينا نقولها كده على جانب 4 دي كانها root 4 power i all power نص هي نفسها ايه هي 4 plus all i ما عادي يقدر بابدالي يبقى دي هي 2 power i ببساطة كده ليه مكتوبة بالشكل ده فانعدلها بس اللي حنيجي هنا دي اول خطوة او اول فكرة في المسألة ان دي اللي هي 2 to the power i ونرجع نكتب السيجما كل سيجما الواحدة سيجما i من 1 من 3 لحد 10 للخمسة وبعدين 2 سيجما لل i وبعدين سيجما لل 2 to the power i من 3 ل 10 ومن 3 لعشرة ونمسي كل واحدة بقى ونعبر لها بقى بالإيه نكتبها بالطريقة اللي إيه اتفقنا عليها اول واحدة اللي 5 plus 5 8 مرات يبقى يبقى دي ببساطة كده 5 في 8 طيب دي دي كده اللي هي السيرز اللي اسمها سيجما i اللي هي سامناها f1 of n بس shifted من 3 العشرة فقلنا دي بتتعمل ازاي الاتنين ده common factor دي بتتعمل ايه اتنين سيجما واحدة نخليها من واحد لعشرة من واحد لعشرة وتنقص من واحد لكام لاتنين يبقى دي اللي هي من واحد لعشرة اللي هي f1 of العشرة نقص من واحد لاتنين بقى f1 of اتنين سهلة تمام التانية دي برد نفس الكلام دي جو بس مش من واحد لعشرة سوري مش من سفر لعشرة يبقى لازم نعملها اتنين نقسمها ايه اتنين كبيرة هتبقى من سفر لعشرة هي geometric of من سفر لعشرة يبقى البس بتاعنا اتنين في الحالتين طيب اول واحدة كبيرة بتكون ايه من سفر لعشرة يبقى عدد الحدود 11 التانية ها نطرح كام من سفر الكام لاثنين لاثنين عشان التالتة معايا يبقى من سفر لاثنين دول عدد الحدود التالتة مظبوط كده يبقى احنا كده عمالنا للمسألة من غير ما نستخدم الكالكليتور خالص قدرنا نوصل لإيه للشكل بتاعه اه الشكل بتاع الجيومتريك ده ممكن كمان ليه formula تانية نكتبها برضو تحتها بلوم لون دي ودي شفت يعني ممكن كمان نكتب حل تاني باستخدام الشفت على طول تتكتب في صورة سيجما واحد يعني دي مسلا اتفقنا انها ممكن تبقى ايه 2 2 2 3 للبداية G 2 8 لأي جات من هنا اهو اهو قانون اهو ده بس احنا بيبقى اننا مش هنحفز القوانين يعني مش هنحفز القوانين دي فهيفضل ان احنا نشتغلها ايه دايما بطريقة الاسبات يعني نشتغل فيهم فزي ما نشتغل يما نعملها بسيجما نقل سيجما يما نعملها بالشفت بتعويض يعني نعمل سبستيتيوشن بك ونشوف هتوصلنا ايه فما فيش حفز خالص في الحاجات طيب جميل احنا كده خلصنا كل الايه السيجما اللي احنا عايزين كو تبقوا عارفين الحاجات الفورمولا بتاعتهم المشهورة نبدأ بقى هنا اول نقف شوية نحل مسألتين تلاتة تفكير نفكر شوية في هنا ممكن نفكر شوية كده نشغل موخينا شوية اسئلة يعني شوية عندك سيجما مسلا ن من زيرو لاتن سري تزا باور ن ون دي عدد ايفن يعني ايه ايفن يعني ان ممكن تكون بينك كده يعني ان بتاخد من سفر وبعدين اتنين وبعدين اربعة وبعدين ستة بحد ما توصل للعشرة بتنط كده فالسؤال دلوقتي هل ممكن ان احنا نكتب نعمل للسيجما دي بس تبقى لها سيجما تانية من اللي خدناهم يعني نقدر للفورمولة دي ونطلع لها فعلا الفورمولة بتاعتها هتطلع كان بدللة الF او الج اللي خدناهم لشان يحصل ده لازم اتخلص من الN دي اعمل تعويض معين ايه التعويض اللي كويس ده ان انا قولت N بايه N ده وابدأ اكتبع شوف كده تكتب ازاي بايه هنا تبقى من I بزيرو لحد I هنا كامل بايه خمسة وتلاتة هي تلاتة قصة اتنين الاول يعني تسعة قصة I خلاص طبما دي اللي هي مين دي اللي هي جيومتريك اف دي جيومتريك سيرز البس بتاعها تسعة وعدد الحدود بتاعتها ستة مش كده سهلة خالص جميلة سهلة دي نفاش حاجة نسعبة سنة كمان طيب شبه فكرة شبيهة لها شبيهة جدا بس هنا بص انا غير الاسم انا غير الاسم براحتي لان الاسم مش حفر خالص هخلي I بقى هنا قد قد يعني تبقى فهم ان I هي 1 3 5 لحد ما بتنقط كده بتنقط على 1 وتسيب 1 فبتوصل لل 11 3 power I هكتقدر تكتب D عايز تعمل بدلالة برضو G في علاقة بينها وبين G ايه التعويض المباشر دلوقتي طيب نشوف نقول ان ايه التعويض لو I ده عدد قد احسن تعويض انك تقول بديهي هتقول اننا اخلي I ب2 تتزبط بحيث البداية تبقى 0 مجرد احنا عايزين بداية تبقى 0 فهنعود نشيل I ونحط 2K plus 1 equal 1 اه جميلة دي يبقى 2K equal 0 يبقى K equal 0 لو جربت تحط I 2K ناقص 1 ومشيت هنا هتلاقيها ما تزبطتش يعني مش هتلاقي البداية 0 وإحنا بدايتها بتكون 0 عشان كده انا هختار التعويض ده احسن يلا نكمل يبقى هنا بدل I equal 11 هتبقى 2K plus 1 equal 11 وانا 3 power 2K plus 1 ونبدأ بقى نشوف السيجنا دي هتبقى من K بتساوي 0 ايوة فوق هتبقى K كام 2K equal 10 يبقى من K equal 5 يبقى هتبقى من 0 5 نظبوط صح منزلو الفرد وبعدين دي هتبقى تتفك زي تبقى 9 الهي 3 power 2 power k و times 3 ممكن تطلع برا كده هيتطلع الناتج هو 3 دي كده مزبوط محتاجين ناخد example كمان اخر اخر example قبل ما ندخل بقى في بداية الكورس بتاع example بعد كده لو سيجما او سيجما مثلا اي سكوارد بلاس وان واي من اربعة تلاتين تقدر تقدر تقولي دي اعلاقتها بال بال اف او بال جي اللي درسنا من النهار دي نقدر نوصلها لسيجما تانية اه مثلا من اي بزيرو لكام وهنا كام عايزين نعمل شفت في المسألة دي ها سهل او لا صعبة طيب شفت يبقى انت عايز تخلي اي نقص اربعة تدخل الاربعة دي يبقى اي نقص اربعة بتساوي زيرو وتشيل اي نقص اربعة وتسميع ك هي اي نقص اربعة وليت اي يبقى ك بلاس اربعة ونبدأ نعمل التعويض ده اللي احنا استخدم منه في المسألة نشيل الاي ونحط ونبدأ نفوق بسجمة من ك اي اي دي زيرو طبعا يبقى ك اي 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 سوري دي كده هتبقى فور مش زيرو دي كده فور بدي تبقى من ك زيرو ل ك اي ك ك ك ك ستة وعشرين ونبدأ نفوق كده عبر عن ك سكوير بلس ايت ك بلس اي بلس ون بالمرة باعت بلس سفنتين ونوزع نبدأ نوزع كل واحدة كل واحدة من دول لها صورة اخدناها اول واحدة اه اللي هي الاف تو دي كده الاف وان ودي كده فهنقدر ان احنا نكتبها طيب نتكلم بعد الوقتي هنبدأ بعد الوقتي في الاول طوبيك اللي هي الباينوميال سيرز ثيروم هنبدأ بالكيس هي هو قانون واحد بس احنا هنبدأ بالكيس اللي هي المتعرفة اكتر ويمكن اللي انتم عارفينها من قبل كده لما يكون الباور فور ان بوزيتف انتجر عندنا بينوميال يعني ترمين يعني اتنين تو ترمز كده اكس بلاس واي تو ده باور ان وان دي رقم هنبدأ بالكيس السهلة اللي هي الباوزيتف انتجر معروف ان ده المفكوك القوز ده براكت باور ان ده بيتفك اكس باور ان اول واحدة بعد كده بنبدأ بقى نعمل ان سي وان اكس تبدأ ان هي تقل تبقى ان ماينوس وان وال واي تبدأ تزيد واحد وهكذا يبقى ده ان ترم هيبقى ان سي تو اكس تبقى ان ماينوس تو واي باور تو ان سؤون تفضل كده لحد اخر ترم هيبقى واي تزا باور ان اللي هو منه نفس القانون ده جي منه اللي احنا كلنا عارفينه سكوارد يعني مثلا اكس بلاس واي سكوارد ايبقى اكس سكوارد بلاس تو اكس فواي بلاس واي سكوارد مثلا اكس بلاس واي كيوب اكس بلاس واي كيوب برضو احنا بنفق الكيوب ازاي في العادي بنقول ده هنفق كوكوسين كوكوس والتاني تربيه ونرجع نضربهم في بعض فلا احنا دلوقتي عندنا قانونة هون يفق على طول الكيوب هتبقى اكس كيوب بلاس سري سي وان اللي هي سري اكس سكوارد واي تاني واحدة هتبقى سري برضو اكس واي سكوارد تلات واحدة هتبقى انسق بقى لاي مهما يكبر طالما ان هو ايه انتجر خلاص السي اللي هي طبعا الكمبيناشن عايزين نتكلم لو حابين بسرعة كده نتكلم عن السي اللي هي التوفيق اللي انتو بتاخدوها في سنوي كنتو الكمبيناشن سي انت عندك ان سي ار هي ان فاكتوريال على ان مينوس ون مينوس ار فاكتوريال على ار فاكتوريال يعني مثلا فاكتوريال يعني الفرق على سي فاكتوريال احنا مش محتاجين خالص الحاجات دي لان احنا هنطلع الدايمان الكوفيشن بتاك البينوميال ان ترمز اف سي فانتا مش هتحتاج تفك سي خالص تمام لكن دي كده معلومة لكم وكلنا برضو نرجع مع بعض الحتة دي برضو كلنا يعني كمعلومة مش اكتر ان هي دايما اي رقم بيبقى نفسه واي رقم بيبقى واي رقم نفسه برضو هي من الحاجات المعروفة بس لكن احنا مش هنستخدم بس انا هايز سهله اكتر عليكم ان انا احط قانون اسهل شوية اخليها وان بلاس اكس بقى على طول اخليها وان بلاس طب لو هي لو المسألة مش وان بلاس او لو القوس مش وان بلاس سهل او ان انا اطلع برة بالباور واي بقى وان بلاس وهي بقى قانون حفظه سهل ليه طب بنعمل كده علشان في الكيس الجنرال اللي جاية المحاضرة اللي جاية واعد بقى اشتغل انسوقهم لحد اكس توزا باور ان يبقى اين جنرال يجمع اين جنرال اللي هو الجنرال ترم شكله عمل ازاي الحد العام جنرال ترم هتلاقيه ان سي ار اكس توزا باور ار طب ده لو اكس طب لو اي حاجة تانية غير ال اكس يعني وان بلاس خلينا بقى منقولش اكس خلينا نقول اف اف اكس يعني اي حاجة هيبقى الجنرال ترم بتاعها ايه ان سي ار اف اف اكس توزا باور ايه ار تمام ناخد اجزامبل على طول عشان نطبقه وايه ميزة الجنرال ترم ده ميزة الجنرال ترم ده بيخلينا نجيب اي ترم من غير ما نفوق يعني مجرد ما نبقى عارفين الجنرال ترم في حالة البوزيتف انتجر نقدر نجيب اف اي اكس توزا باور مثلا خمسين سبعين رقم كبير من غير ما نحتاج ان احنا نفوق للباور ده هاوريها لكم بمثال احسن اجزامبل الاول هات الجنرال ترم جنرال ترم جي تي يعني جنرال ترم اف وان ماينس سري اكس توزا باور فور وخلاص دي كده الباور بتاعنا فور يعني بوزيتف انتجر يبقى احنا في الحالة البسيطة السهلة ده لما يتفك يتفك كده وان بلاس ايه اول ترم هيبقى ان سي وان اه فور سي وان في الاف كلها دي هي دي الاف اوف اكس يبقى الاف اوف اكس كلها توزا باور وان انسوهم لحد اخر واحد يبقين جنرال الجنرال ترم ايه هنا في المسألة دي هو نسي ار لي ماينس ري اكس توزا باور ار ده الشكل هاتبقى اللي انت عايزه بعد كده ده الجنرال ترم اوكي طيب ساعات بيطلب مش الجنرال ترم ساعات يطلب الكوافشنط كوافشنط او اكس او باور ار يعني هات المعامل بس فما بنينجي نجيب الكوافشنط يعني اي رقم مكتوب جنبي هيبقى ان سي ار هناخد السي معانا هناخد النيجيب وان والسري توزا باور ار برضو ليه فصلت النيجيب وان عالنيجيب سري يعني عشان اقول بس النيجيب وان توزا باور ار معناها ايه معناها ان الترمات اللي في الاجبانشن دي اشارتها بتتغير باونسينج يعني بتبقى بلاس لو الار ايه even ونيجيب لو الار ايه اض فيعني كمعلومة مش اكتر انما الكون هو ده على بعده الجنرال ترم هو ده كده على بعده زي ما احنا كدبين وزي الاجابة يعني ناخد اجزامبل تاني find find the coefficient the coefficient of x to the power 2 r ها نركز قوي in the expansion of 7 plus 5 ايه بقى اللي في ال expansion دي تعالوا نكتبها كده هي ال to the power 5 احنا في الايه في الكيس بتاعتنا السهلة لان power positive integer وكي ممكن نتبق ال rule على طول بس عشان احنا هنسهل على نفسنا ناخد 7 to the power 5 برا common factor عشان اخليها 1 plus حاجة طيب 1 plus ايه هيتفضل 5 x squared over 7 دي كده بعد بتاعتنا دي كده بنيجي كده نقول ان هي دي f of x دلوقتي دي اللي سميناها f of x the power 5 الشكل ده هيخليني بسهولة جدا ارد على ايه سؤال انا عايز انا عايز اجيب general term طبعا تلاحظوا ايه هنا laf of x فيها x squared يبقى اول term هيبقى 1 تاني term هيبقى x squared power 1 طب التاني هيبقى x squared power 2 يعني دايما x الpower بتاعها ايه even مظبوط even فيبقى general term اقدر اكتبه في الحالة المسألة دي منتزه على طول من غير ما فك يا جماعة انا مش محتاج ليه مش محتاجة فك حتى لو كان المفكوك ده بتاع power مثلا 100 200 رقم كبير اوي مش محتاجة فك لاني عندي formula سابت اللي هي ايه general term هو ناخد الرقم ده كده زي ما هو ودي كده ncr n بكام 5 cr r تفضل r وهنا 5x squared over 7 كلها power r ادي ده general term يطلب مني بقى اي حالة هنا اطالب مثلا coefficient of 2r فين coefficient of 2r ادي 2r هم يبقى فين ده coefficient of 2r حنجي وبعلى طول of x to the power 2r هو 7 to the power 5 هو كمان 5cr و 5 over 7 to the power r و x to the power 2r اللي هي مرحب نكتبهاش لانه نحن عايزين لأيه coefficient يبقى دي الإجابة مثالتين find the coefficient of x to the power r in the expansion of 2 minus x power 20 همش حوصل أبدا لل20 عشان اجاوب على السؤال ده هقدر اجاوبه على تقول then find مطلوب ايه كمان then find عايز the coefficient of x to the power 13 والcoefficient of x to the power r بلاس 2 نشوفها مع بعض واحدة واحدة هنبدأ الأول نحطها في الصورة الايه الستاندرد القانون اللي احنا هنحفظه يبقى عايزينها 1 minus حاجة يبقى ناخد الاتنين برة بالpower بتاعتها يتفضل ايه 1 minus ايه x على 20 على 2 sorry انت هتقسم على 2 طلعت 2 يبقى هتقسم على 2 to the power 20 دي كده ليها expansion سهل جدا وليها general term نكتب على طول general term no need for expand here يعني general term equal to to the power 20 قلنا ncr يبقى 20 cr f of x f of x كلها اهي to the power r ابدأ بقى هنا بص على مطلوب المطلوب coefficient of x to the power r يحاخد كل حاجة الا الا الايه الا الا x to the power r يبقى coefficient of x to the power r هو 2 قص 20 20 cr يعني كشكل حلو لأنها بتدي معنى أن الترمدي بتاعتها بتتغير مرة يعني شكلها بيقول كده في الماث يبقى هي ده كده دي الإجابة يبقى الإجابة ده مطلوب حاجة تانية مطلوبك من ده كوفيشن توف اكس وزا باور ثرتين إمتى بقى اكس تبقى باور ثرتين هابدى أبص هنا جنرال ترمى ده يتبروز لأن ده اللي بنجيب منه كل حاجة نايزنا إمتى اكس تبقى توزا باور ثرتين لما الار بثرتين هو دايما كده طيب ولا ممكن لأ ممكن يبقى يبقى بعيز اكس وزا باور معين والار برقم تاني أيوة مش لازم يعني مش لازم يبقى الار هي نفس الرقم الباور على حاسها بشكل جنرال ترم يعني هنا مثلا حط ار بثرتين يبقى هنا ببساطة كده بوت ار أو سبستيوت عن ار ايكول ثرتين يبقى كوفيشن بتاع اكس توزا باور ثرتين هارجع في الفورمولا وهبدأ ان انا عوض عن عشي كل ار وحط ايه ثرتين يبقى تبقى ايه اتنين قص عشرين عشرين سي ثرتين ونقص نص قص ثرتين يعني حطوة زيها ده احنا ممكن نختصارها دي تبقى اتنين قص كام عشرين وثرتين تحت يبقى اتنين قص سبعة وفي نيجاتف طبعا لان السرتين ده رقم قد فبيدينا اشارة نيجاتف برا وفاضل ايه وعشرين سي دي بنسبعة ما بنفكيش دي الاجابة النهائية كان مطلوب حاجة تانية كان مطلوب كمان ها نجيبها ار بلاس تو نجيبها ازاي خلص بسيط هنشيل كل ار ونحط ار بلاس تو ما فياش اي مشكلة يبقى هنجيبها ازاي هنشيل كل ار ونحط ار بلاس تو يبقى نفس الكلام هنقولكو افشنت اف اكس توزا باور تو ار هو ها يبقى عشرين سي ار بلاس تو 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 دا باور ها بص كده اتنين قص عشرين اول دي كتب واحدين اه هنا بنشيل ار هط بعد كده ناقص نص قص ار بلاس تو يبقى الفاين الانسر ايه عايز نتكتبوها بشكل احلى شوي يبقى عشرين سي ار بلاس تو تو توزا باور توينتي ناقص الار بلاس تو نزلناها شوية هنكتبها في واشنطين اكتر هنكتبها يبقى ايكوال الاجابة بقى انها ايه عشرين سي ار بلاس تو تو توزا باور توينتي مينوس ار بلاس تو وفي نيجاتف بان ولا مفيش ها سؤال مهم مين يرد بقى النيجاتف ده الاشارة عن النيجاتف دي هتبقى ايه بقى نيجاتف ولا بوز ما درش رد لانها تعتمد على الار بكام ايبن ولا اود فهي هتكتب كده لوحدها كده تمام دي الاجابة بتاعتها دي الاجابة بتاعتنا هنا مسألة يعني مسألة دي عامة شوية لأي مفكوك إذا كان عندك إذا كان عندك إذا كان عندك كان لوا المعامل بتاع x to the power r plus 3 كان 40cr to the power r plus 1 2 power r plus 1 ايه المطلوب بقى find the coefficient of x to the power r ايه وجد معامل x والصال هل في علاقة مبين لو انت عندك المعامل بتاع x to the power r plus 3 وعايز معامل x to the power r تعمل ايه اكيد هتعمل تعمل ايه تشيل كل r وتحط ايه انت عايز ترجعه ولا تطلعه لقدام انت عندك كوفيشن بتاع r plus 3 هو مين اكبر r plus 3 ولا r r plus 3 ده كبير ومتقدم قدام بكم خطوة يعني مثلا عندك الحد التاني ده هيكون الحد الخامس يعني متقدم قدامه بتلات خطوات فانت عايز ترجع الورا يبقى تشيل كل r وتحط ايه r ناقص تلات فحيكون كوفيشن ببساطة كده يعني كوفيشن of x to the power r هو هاخد الرقم ده وابدأ اعمل فيه ايه ابدأ اعمله substitution اشيل ال r وحط اشيل ال r وحط r ناقص تلاتة واشوف بقى يطلع كام يطلع كام على طول 40c r ناقص تلاتة زي ما هي كده 2 قص e قص r ناقص تلاتة زائد واحد يكون الناتج في الاخر 40cr minus 3 r to the power r minus a minus 2 يعني ممكن نكتبها تمام وبكده نكون خلصنا المحاضرة الاولى اللي هي كانت بتدي فكرة سريعة عن sigma notation عشان نقدر نكمل بيها الترمو وكمان بتعرفنا اول كيس سهلة خالص من binomial اللي هي الكيس اللي ايه لما يكون القص في حالة ان القص positive integer بيكون اولا السيرس دي finite يعني بتنتهي وعدد الحدود دايما المفكوك بتاعها n plus 1 ودايما المفكوك على فكرة بيبقى صحيح دائما يعني دايما left hand side يسوي right hand side ودايما الجنرال ترم في منتغى السهولة بنجيبه expression ثابت اللي هو ncr f of x is the power r بس كده المحاضرة التانية بقى هنتكلم على النوع التاني اللي هو general case لما بيكون الpower مش positive او مش integer يعني سواء كان negative او سواء fraction بنستخدم القانون العام وده هنعكس فيه كلامنا تماما هنقول حاجات هنقول ان عدد الحدود لا نهائي هنقول ان المفكوك مش صحيح دائما يعني فيه فترة او قيم x معينة تخلي المفكوك ده مظبوط هنسميها فترة التقارب او interval of convergence ده هيكون موضوعنا المحاضرة التانية ترجمة نانسي قنقر